اليوم للأسف البندقية التي تدعى بأنها بندقية مقاومة بأنها تحولت لقتال أهلنا مثلا في العراق تحولت لقتال أهلنا مثلا في سوريا تحولت لقتال أهلنا في اليمن وأيضا في أماكن أخرى فأصبحت هذه بندقية مرتزقة فلا يحسب أحد بأن ما تقدمه إيران من أسلحة وعتاد ومن دعم لوجستي لأي جهة عربية سنية كانت أوشعية إنما هذا لله أو يكون من دون مقابل لا أبدا إيران لديها مشروع واضح وفاضح في الدخول واحتلال الدول العربية من خلال أدوات عربية